يعني زي ما قلنا كده كان حلم من سنين كتير ان احنا نشوف تعامل مختلف مع الحوادث اللي بتحصل وان احنا ما نشوفش عربية الاسعاف بتتأخر وان احنا ما نشوفش عربية المطافي بتوصل برضو بعد الاوان بالزبط كلمنا حضرتك اكتر على المشروع اللي احنا شفنا النهاردة هو طبعا موضوع مركز التحكم اللي تم افتتاحه اليوم هو الحقيقة نتيجة جهد كبير جدا على مدى 27 شهر من وقت اعطاء شهرة البدء في تنفيذ هذا المشروع اللي اخد طبعا جهد ووقت وتكلفة كبيرة جدا جدا علشان النهاردة نفتتحه هو الهدف الاساسي هو اطار سعي الدولة لتسهيل حياة المواطنين وتحسين جودة الحياة فهذا المشروع الكبير الحقيقة حيسهل كتير جدا في حياة الناس اولا فيه تأمين فيه تبادل ونقل البيانات من خلال الوزرات والهيئات المختلفة هذا المركز مؤمن بشكل كبير جدا ضد الهجمات السيبرالية او الهاكرز او اي حد ممكن اختراقه طبعا بيساعد جدا فيه خدمات الاغاثة والطوارئ لو فيه حوادث لو فيه اي مشكلة امنية فالمواطن يقدر ان هو هيتصل برقم موحد 112 في هذا الرقم حيقدر ان هو يستغيث باي خدمة هو عايزها سواء كانت اسعاف سواء كانت شرطة النجدة سواء كانت اي خدمة اغاثة فبالتالي حيكون هذا الرقم الموحد على مستوى الدولة بالكامل حيقدر ان هو المتلق البلاغ حيقدر يتعامل معاه بمنتهى البساطة وانسهل الكلام ده لسادة المواطنين ان احيانا المواطن يكون في ازمة وبيستغيث مثلا بالنجدة قد يكون هو محتاج الاسعاف قد يكون محتاج المطافة فممكن يتصل بخدمة من الخدمات دي من خدمات الاغاثة وبعد ما يطلقوا منه البيانات والمكان بتاعه وكل التفاصيل يطلع عن البلاغ اصلا في اتجاه مش هو ده الاتجاه الصحيح انت المفروض تتصل بالنجدة على سبيل المساعد فيحصل هنا العطلة اللي احنا من حالة نتجنبها دلوقتي يتصل بـ 112 كله متصل ببقى رقم واحد موحد بيقول البلاغ بتاعه الجهة المعنية بتتواصل مع المواطن وبتاخد الإجراء على طول في الحال فطبعا ده بتقلل من الزمن من وصول سيارة الاغاثة او كيفية تغلب على هذه الازمة فاقصر وقت ممكن وباحسن جودة طبعا ده هتقلل كتير جدا جدا على سبيل المثال في حوارث المرور هتقلل من زمن وصول الاسعاف لمصاب الحوارث فبالتالي ممكن تنقذ حياة مواطنين كتير جدا لو نقلتهم للمستشفى بشكل سليم وبشكل مزبوط طبيا فبالتالي ده يعني حاجة هتقلل من ضحايا الحوارث على سبيل المثال طبعا في الخدمات التانية على سبيل المثال لو مواطن متعرض للخطفة ومتعرض للسرعة مجرد ما يدلي بالبلاغ على رقم التيريفون ده هيكون فيه خدمة تحديد كمان الموقع بتاع المواطن ده فين مش محتاج يقول هو فين يعني اللوكيشن بتاعه بيظهر ودي فكرة طبعا ممتازة جديدة انه ممكن يكون مواطن مخطوف او مواطن في أزمة كبيرة ما عندوش مجال في حريقة على سبيل المثال لقدر الله فهو ما عندوش مجال انه يشرح بالتفاصيل المكان بتاعه هيظهر وحيتعامل معه المطافة على سبيل المثال والاسعاف طبعا وكل الخدمات خدمات الطوارئ المطلوبة في مثل هذا الحادث طيب يعني احنا بنتكلم في خدمات متنوعة مش بس الاسعاف مش بس المطافة لكن كمان انك ده هتكون من الجهات المتصلة بالموضوع بحيث ان احنا حالة اختطاف كمان المركز او الوحدة مسؤولة ان هي تتدخل في الموضوع ده هل في عندنا امثلة تانية او خدمات تانية طبعا هو من اللي احنا اتكلمنا كده عن بعض الخدمات اللي بتقدمها وزارة الدخلية وايضا الاسعاف اللي بتقدم وزارة الصحة بالاضافة الى خدمات التأمين الصحي وكمان اتكلمت على خدمات النقل وخدمات المرور وخدمات الطوارئ بتاعت حواليس المرور ايضا الكهرباء واعطال الكهرباء ايضا اللي ربط مع الامر الصناعي المصري الجديد اللي هو طيبة وان هذا القمر اللي هيستطيع تقديم خدمات الانترنت والاتصالات لكل الوزارات والهيئات المصرية فربط مع الامر ده هيحسن ايضا من جودة نقل البيانات بين وزارة والتانية فان شاء الله السيستم ده احنا طبعا عارفين انه هو فيه غرف التحكم مركزية في القاهرة في المؤطم وهناك غرف اخرى فرعية في كل محافظة منهم خمس محافظات بالفعل بدأوا منهم الاسماعيلية وبور السعيد ولقصر وحوالي خمس محافظات لما في اطار المرحلة الاولى من مبادرة التأمين الصحي الشامل بالفعل هم الخمسة دول اللي بدأوا مع نفس الغرفة المركزية اللي موجودة في القاهرة وان شاء الله في القريب العاجل هيغطي كل محافظات مصر بغرف تحكم اخرى فرعية متصلة بالغرفة المركزية اللي موجودة في القاهرة